وقرر العودة وأخذ أبو طالب يسرع في الوصول إلى مكة خوفاً على النبي بعدما حدثه عنه الراهب النصراني وبعد عودته إلى مكة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى الغار فيتعبد ويتأمل ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض ورغم أن النبي كان طفلاً ثم صبياً وشاباً إلا أنه لم يله بالباطل إنه الحفظ الإلهي فالله يصنع الرسل على عينه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم يا أبا طالب ما بك يا رجل أنا من زبير جئت أبيع بضاعة بمكة ولماذا تبكي هكذا؟ العاص بن وائل اشترى البضاعة مني وحبس عني الحق إلى متى هذا الظلم؟ واجتمع سادات قريش للبحث في الأمر واجتمعوا مع بني هاشم وبني عبد المطالب وتيم بن مرة واتفقوا وتعاهدوا في حلف أسموه حلف الفضول على أن لا يجدوا بمكة مظلومة وشهد هذا الحلف رسول الله وقال بعد الرسالة لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث دائما عن القيم وينشرها بين الناس حتى قبل أن يبعث وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وفي مكة كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الناس في مالها وتضاربهم إياه فيأخذون بعض الربح فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أخلاقه وأمانته بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج بمال لها إلى الشام تاجرها فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الزمان انتشر بين العرب بعض العادات كوأد البنات وقتل الأبناء خوفا من الفقر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لا يجري قومه فيما يفعلونه فكان لا يشرب الخمر ولا يأكل مما ذبح على النصب ولا يحضر احتفالات عبادة الأوثان وقد أحاطه الله عز وجل بالحفظ والعناية الإلهية وبعد أن أخذ النبي تجارة خديجة سار بالقافلة إلى الشام وكان معه ميسرة خادم خديجة يتابعه ولما وصل إلى سوق التجارة في الشام ما أجمل هذا الرجل؟ سمح إذا باع ما اسمه يا فتى؟ محمد بن عبد الله هل تعرفه من قبل؟ نعم إنه من بني هاشم وعمه أبو طالب ويعرف بالصادق الأمين لأنه ذو خلق حسن أمين في كل شيء وباع النبي ما باع واشترى ما اشترى ثم أقبل قافلا إلى مكة ومع اشتداد الحرب يرى ميسرة غمامة تضلل النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس ولما وصلت القافلة ذهب ميسرة إلى خديجة يخبرها ما جرى كان محمدا تاجرا ذكيا حسن المعاملة مع التجار ولكن أعجب ما رأيت يا مولاتي خديجة عندما اشتد الحرب ونحن نسير رأيت غمامة تضلله أينما ذهب وذهبت خديجة تسأل ورقة وورقة هذا ابن عم السيدة خديجة وكان نصرانيا وكان قد تتبع الكتب وعلم منها بقدوم نبي لآخر الزمان فلما حكت له خديجة عما قاله لها ميسرة قال لها إنه نبي آخر الزمان وإذ قال عيسى بن مغيم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتأبى عليهم ذلك فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة فذهبت إليه صلى الله عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة فرضي بذلك وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه وعلى إثر ذلك تم الزواج وهنا قررت القبائل التي تسكن مكة هدم الكعبة وإعادة بنائها بسبب تصدعها وهكذا تم العمل ولما انتهوا من البناء اختلفوا فيه من سيضع الحجر الأسود في مكانه نحن من سيضع الحجر الأسود بل نحن من سيضع الحجر الأسود هل تقبلون أن نحكم أول من يدخل علينا؟ لا مانع من ذلك يا ابن المغيرة إنه محمد نعم إنه هو فطلب النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فوضع الحجر وسطه وطلب من زعماء القبائل أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده الشريفة فوضعه مكانه وهنا بدأت تظهر علامات نبوته وبدأ ينزل عليه الوحي وأول ما بدأ به الوحي هو الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الله إليه الخلاء كان يخلو بغار حراء يتعبد وكان يتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها واشترى سيدنا محمد غلاما وهو زيد بن حارثة ثم أعتقه وخيره بين البقاء معه أو العودة مع أبيه أنا زيد بن حارثة والناس ينادونني بزيد بن محمد لقد اشتراك محمد وخيرك بينه وبين أبيك فاخترت أن أعيش مع محمد لقد وجدت في محمد الوفاء والحنان يا زيد وأصبحت زيد بن محمد وجدت فيه خصالا لم أجدها في أحد غيره وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في الغار يتفكر قال فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من دباج فيه كتاب فقال اقرأ قلت ما أقرأ فقال فغطني به أي ضمني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ماذا أقرأ فغطني به أي ضمني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ماذا أقرأ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم